سيدة تعشق التحف وتحرص دائما على اقتنائها في منزلها وذات يوم جاء طفلها الصغير وهي تنظف منزلها وأسقط تحفة من الزجاج غالية الثمن على الأرض فتهشمت وتناثرت أجزاؤها فغضبت الأم كثيرا وفي ثورة غضبها دعت عليه قائلة أسقط الله عليك حجرا يكسر عظامك غضب الزوج من دعاء زوجته على ابنها وتكرها بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تدعو على أنفسكم ولا تدعو على أولادكم ولا تدعو على أموالكم لا توافق من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم حزنت الأم قليلا ثم مر الموقف ونسيت تلك الدعوة التي ارتفعت إلى السماء وهي لا تدري حيث اعتادت الدعاء وقت الغضب ولم يكن يحدث شيء فاستهانت بدعوتها ولكن الله لم يستهم بها كبر الإبن مع إخوته وكان أحب الأبناء إلى قلب أمه وأبرهم بها وكانت تخشى عليه كثيرا وتحيطه بالرعاية والاهتمام وكان يوم تخرجه والتحاقه بالوظيفة هو يوم عيد بالنسبة لها فأخذت تبحث له عن عروس حتى تكتمل سعادتها به وبالفعل عقد قرانه على فتاة صالحة اختارتها أمه له وقبل الزفاف بأيام كان لدى أبيه عمارة قديمة يقوم بهدمها وإعادة بنائها فذهب معه لمتابعة عمل العمال هناك وأثناء ذلك غاب عن بصر أبيه لدقائق قليلة بعدها سمع العمال صراخ الإبن ثم اختفى الصوت حيث وقع عليه حجر أثناء الهدن وصل العمال إليه فوجدوه غائبا عن الوعي فتم نقله للمستشفى بواسطة الإسعاف وهناك تم حجزه في العناية المركزة واتصل الأب بزوجته وأخبرها بما حدث فلم تستطع أن تنطق بكلمة أو حتى تصرخ وأعاد الله أمام عينيها تلك الساعة التي دعت فيها على ابنها وهو طفل صغير وحينما أفاقت من شرودها بكت وسقطت على الأرض مخشيا عليها وحينما أفاقت ذهبت مع أبنائها إلى المستشفى وهناك رأت ابنها وهو نائم وتخيلته يقول لها هذه دعوتك لقد استجاب الله لها فأخذت تبكي وتدعو الله قائلة يا رب اغفر لي ذنبي وارحم ولدي فأنت الكريم وكنت بنا دوما لطيفا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين فأنت الكريم وكنت بنا دوما لطيفا وقد كنت أكثر الدعاء بالشر وكانت دعوتي عليه وهو صغير آخر دعوتي شر تخرج من فمي ومن يومها لم أدعو على أحد رده إلي يا الله ولا تأخذه بذنبي ولم تغادر الأم المستشفى لمدة ثلاثة أيام كانت خلالها صائمة تقيم الليل وتدعو الله بكل إخلاص وبعد الأيام الثلاثة أفاق الإبن ووجد أمه نائمة أمامه فقام بإيقاظها واحتضانها فلم تصدق ما ترى وأخذ التبكي وهي ساجدة لدقائق وحمدت الله كثيرا الذي استجاب لدعائها وأعاد إليها أغلى أبنائها وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر